عشان نعمل المربة سواء كانت مربة عينب مربة اي حاجة تانية بنعتمد على زي ما احنا بنقول كده اكوشن او معادلة معينة قد الفكهة سكر هتطلع مسكرة نص تطلع مزبوطة ربع تطلع مش مسكرة طيب كمان بيعتمد على العينب نفسه مسكره ولا مزز هعمله بعينب احمر مثلا بيبقى سكره اعلى من العينب الاصفر وهكذا اوكي بنحط السكر مع الفكهة وبعدين عصرة اللمون في الاخر خالص وعسل جلوكوز او جيلاتين حاجة منهم براحتكم يا ده يا ده مش موجودين هما الاتنين ممكن نحط عسل ابيض ده بيمنع تسكير المربة زيه زي العصير اللمون وكمان الجيلاتين بيديها هو وعسل الجلوكوز القوام اللي هو الجيلاتيني شوية ده بتاع المربة اللي بنجيبها من برا اللي ما بيكونش موجود في المربات البيتي ده اللي بيحب القوام ده بنعمل ايه؟ بناخد الفكهة مع السكر ايا كان بقى المعادلة اللي انتو هتشتغلوا عليها وبعدين بنقلبهم بنغطي وبندخل الحلة دي التلاجة ونسيبها 12 ساعة اقل حاجة هفتح مش هلاقي السكر كده هلاقي السكر ده بقى مية مية العنب نزلت مع السكر وعملت زي ايه؟ زي مية كده بقوا مرفعة الحلة دي بالعنب والسكر اللي هو بقى مية ده على النار تمام؟ وبحطه وافضل اقلب فيه واي رغاوي او اللي احنا بنسميها الريم يطلع على الوش بشيله بمعلقة نظيفة لحد ما حس ان هي ربطت واستوت اعرف مين ان هي ربطت باخد بمعلقة صغيرة نقطة من المربة واحطها على طبق يكون لسائع ولا سخن في درجة حرارة الغرفة لو نزلت وسبتت يبقى المربة عقدت واستوت لو نزلت وفرشت يبقى المربة لسه عايزة ايه؟ غلوتين تانين في الاخر خالص لما بقى خلاص اعمل لها الاختبار وتبقى ربطت بقوم اديها عصرة اللمون وبقوم اديها عسل الجولوكوز عشان استخدم او اتعامل مع عسل الجولوكوز لازم يبقى جامبي مية لانه بيلزق جامد جدا ومش حعرف اتعامل معاه خالص لو ايدي او الاسباتيلا او المعلقة ما فيهاش مية مش مبلولة فتسهيلا عشان ما تقعدوش تتعفروا وتتخانقوا معاه استخدموا او بلوا الحاجة اللي انتوا بتستخدموها سواء كانت ايديكو او المعلقة شايفين السهولة غير كده بقى هنقعد نتخانق معاه كده تبقى المربة جاهزة نكمل بقى عقدت واستوت ودتها عسل الجولوكوز وعصير اللمون وتمام اوكي اسبها بقى تبرد تماما عشان انا مش عايزة اي نوع من انواع البخار فيها علشان ما تعفنش مني بعد كده بقوم جايب بقى برطمان وزي ما بنقول كل مرة الموضوع بتاع برطمان ده خلاص احنا حفظناه لازم يكون البرطمان يستحمل ان انا احطه في مياه اعقامه ما ينفعش اجيب برطمان الازاز بتاعه ما يستحملش او بلاستيك ما يستحملش ومحطه في مياه مغلية يطقق او يسيح ونرجع نقول ايه الوصفة بازت خلوا بالكو لازم يكون بيستحمل بحطه هو الغطا بتاعه مدة خمس دقايق دقيتين تلاتة خمسة في مياه بتغلي وبعدين باخده من غير ممسكه بمسكه بالطنج وبحطه على فوطة تكون نضيفة وبسيبه يبرد وكمان ينشف تماما من غير اي تدخل مني لان انا لو جبت فوطة او جبت منديل وروح تمدخل ايدي ومن الشفاء بقى التعقيم راح تمام بعدين بجيبه بحط المربة جواه وانا بفضل اني اوصل المربة للاخر خالص عشان لما يجي اقفلوا اعملوا فيكيومينج او اعملوا سيلينج او اخد منه كل الهوى اللي جوه اللي ممكن انه هو يكون بيئة خصبة لنمو البكتيريا والعفن على المربة بقفلوا خالص الحبة النقطة دول اللي بينزلوا خلاص بنشيلهم بنغسل البرتمان كويس جدا وبيتشال فيه التلاجة لان المربة البيتي ما فيهاش مد حفظة فدي ميزة وعيب في نفس الوقت لانه حدبوز اسرع اما يجي اخدوا بعد كده باخدوا باخدوا باخد المربة بمعلاقة تكون نظيفة ومش مبلولة مش مطرح بقى مش مطرح اشطى مش مطرح اي حاجة المعلومة الاخيرة البرتمان هيبتدي اللي مع الاستخدام انقلوه في برتمان تاني معقم واعملوله السيلينج وفاكيومينج علشان شوية المربة اللي في الاخر دول ميريموش ويعفينه بس كده الرغاوي اللي طالع من المية بتاعة الفاكهة مع السكر ده باخدوا ورميه ليه لان دوت بيغير القوام والطعم بتاع المربة وكمان بيساعد على انها تبوز بسرعة فانا باجي على الوش كده وقمشي لكل الابيض ده من غير ما اخد من مية المربع يعني قدر المستطاع زي ما بنعمل مع اللحوم او الفراخ واحنا بنسلقها اهو شايفين ازاي بالراحة خالص من على الاطراف كده والف بيهم دايرة كاملة في الحلة اسحب كل الريمة البيضة دي طبعا ممكن تحطوا رشة ملح لامون للمربة اه وفي الحالة دي مش هتحطوا لامون عشان ما تطلعش الميزة الزيادة عن اللزوم بتدي اه نتيجة اللامون وكمان بتبقى مادة حفظة بس من غير ما تكتروا شايفين هديت ازاي خالص اول ما شلنا الريمة كلها اهو